تعالوا بقى نرجع نكمل كلامنا عن منتخبنا منتخب مصر وكاس الأمم الإفريقية وماتش مباح اللي كلنا فرهدنا وإحنا بنتابعوا لغاية آخر رسانية من فعلياته وفكرة الصعود لدول الستاشر عندنا كلام كتير هنتكلم فيه مع ضدتنا اللي بنوارنا الأستاذ سامح سمير الناقض الرياضي صباح الفول عليك أستاذ سامح صباح الفول يا أستاذ كريم أخبارك يقوله تمام؟ الحمد لله يا فرهدت طبعا زينا في المتابعة فرهدت طبعا زينا في المتابعة والله أطلعت أننا ربنا موجود يعني دي الحمد والشكر دلولة ساتروا علينا وقبروا لخواطرنا هي كتير حاجات كتيرة أحبت ضاية طبعا لأي انت مبارح عدالة السماء طبعا لازم نقول لأن المنتخب اجتهد مبارح اجتهد على قد الإمكانيات الموجودة على قد الأماشة الموجودة على قد الإمكانيات الموجودة قول زي ما تقول انت مبارح رباه سبحانه وتعالى وقف جنبك عدالة السماء وقفت جنبك بعض اللاعبين اترفع عنها ظلم بقارح ان هي تؤدي بشكل كويس وعلى رأسهم طبعا تريزيجي اللاعب المحنك المخضرم اللي لازم تقول عليه زي ما تقول مش شغل مبارح بس ده رجل المنتخب الرجل اللي وصل الكاس عالم 2018 لروسيا اللي الناس نسياه مش محمد صلاح فقط اللي أحرز ركلة الجزاء ولكن أيضا تريزيجي اللي تسبب ركلة الجزاء 2018 قبل ما تسافر لروسيا تريزيجي اللي جاب 16 هدف مع منتخب مصر الى الان منهم تمانية مع فيتوريا لازم تقول زي ما تقول عن هذا اللاعب المخضرم اللي أستون فيلا خرج امبارح نديل انجليزي السابق وقال هو ده رجل المواقف الصعبة تريزيجي اللي بيظهر في الأوقات الصعبة فطبعا امبارح الحمد وربنا ادى على قد النواية الطيبة للمنتخب ادى على قد دعوات ملايين المصريين امبارح ان المنتخب يصل مباراة عنق الزجاجة اللي انت ما حصل لكش الكلام ده من سنة التسعين ده كانت الزجاجة نفسها اه طبعا احنا على طول كده ما عدت معاك هنا يا كريم قبل كده وتكلم وقالنا احنا للأسف عندنا ثقافة عنق الزجاج لازم نلعب بعد عنق الزجاج لازم نبقى عندنا الموقف صعب ودي حاجة لازم تتغير في المتخب لا دي ثقافة انت ثقافتك ان انت دائما رد فعل انت لست فعل تماما في هذه البطولة انت لست فعل من ايه لت امكانياتنا ليه ما نقدرش نكون فاعلين ومن اول لحظة ليه مش احنا اللي نضغط من اول لحظة ونحط المنافس موقف حرج للأسف انت لم تلعب لم تاخد اي مباراة بتاريخك لم تاخد اي مباراة على اساس البطولات اللي موجودة في سجلك لم تاخد اي مباراة بتاريخ اللاعبين الموجودين في هذا المنتخب على رسول محمد صلاح وتريزيجيه وحجازي وكل كتيبة المنتخب المحترمة للأسف انت ما عندكش لم تظهر شخصيتنا منتخب في الملعب لم يظهر المستوى الحقيقي لللاعبين داخل الملعب لم يظهر فيتوريا بالشكل اللائق اللي كنا بنأمله وقلت هنا وحنا عديم مع بعض في قناة الاهلي ان الحكم على فيتوريا هيكون يوم الحساب بعد كأس الامم الافريقية لأن ساعتها حيبان المستوى الحقيقي للمنتخب الشكل الحقيقي للمنتخب انت واقف فين مع منتخب مصر هل انت تستحق الوصول لكاس عالم ما تيجي ما نستناش لغاية نهاية البطولة ونعمل جلسة محاكمة كده عداية دلوقتي مبدئيا فضوء اللي انت شفته من فيتوريا في التلات مطشط اللي فيه لا ندى ان نتكلم طبعا ندى ان نتكلم بقلب جامد وندى ان نتكلم بسدر مفتوح عن فيتوريا طبعا فيتوريا للأسف لم يقدم اي شيء للمنتخب مصر حتى هذه اللحظة انا كنت رافت تماما الهجوم على فيتوريا ما قبل بضوط أمم الأفريقية ورفضت ان انا انظر للأرقام اللي حققها منتخب مصر سواء على مستوى تصفات المؤهلة الكاس عالم او تصفات المؤهلة الكاس أمم الأفريقية او المباراة الودية وقلت ان المنتخب مصر لم يظهر بشراسة او على الاقل بالشكل اللائق اللي حد ما اللي في مباراة الجزائر لا وصلنا لا انا بتكلم عن مباراة الجزائر الودية اللي كنت متقدم واحد سفر رغم ما كنتك المطروب منك لعب لعبت بشكل محترم وقالنا شخصية المنتخب بتظهر في المباراة الصعبة طيب انت النهاردة مفيش هزار انت النهاردة في كاس أمم الأفريقية انت النهاردة عايز تسعد الملايين انت النهاردة بتظهر شخصيتك أمام العالم مش أمام مقرر السمراء فقط والكل بيتفرج عليك والكل منتظر من أول الشناوي لحد محمد صلاح عشان المحدش يقعد بس يعود على محمد صلاح كل المسؤوليات وناس اللي بحب تركب التريند نحن نتكلم عن صلاح لا 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 الحلقة كلها دا نحن نكمل كلام عن دليل خلام كتير جدا عن محمد صلاح فأنت للأسف لازم تحكم على فيتوريا درواتي بعد ثلاث مباراة في كاس أمم الأفريقية شخصية المنتخب غائبة قدرات اللاعبين داخل الملعب صفر عندك أخطاء دفاعية بالجملة ما عندكش جملة تكتيكية واضحة أو مفهومة داخل الملعب ما عندكش بصمة واضحة لروي فيتوريا مع منتخب مصر في الثلاث مباريات أنت رد فعل أنت رد فعل أنت رد فعل أنت رد فعل ولست فعل